اشتركوا في القناة الملكية الكبرى والبرنامج الحكومية وتنفيذ لتعليمات الملكية السامية لجان المختصة تواصل زيارتها الميدانية قصد معالجة ملتمسات الساكنة المتضررة من زلزال الثامن شتنبر وذلك من أجل الاستفادة من المساعدات المالية السعجالية البرنامج تاهلي مصالح في دورته الثالثة عشر اكتساب للكفاءات المعرفية والسلوكية في تصالح مع الذات والعودة للفهم الصحيح للديني ولروحه المبنية على الاختلاف والتسامح والانفتاح أهلا بكم انعقد بالرباط اجتماع للأغلبية الحكومية وهو الاجتماع الرابع خلال الثلاثة أشهر الأخيرة اجتماع يأتي للتنسيق والتواصل فيما يخص تنزيل الأوراش الملكية الكبرى والبرنامج الحكومي اللقاء صلت الضوء على مختلف مراحل تنزيل هذه الأوراش حفظ الهواري وعدرح في لول تناول اجتماع الأغلبية محورين أساسيين الدولة الاجتماعية وقطاع التعليم اللقاء ذكر بالطفرة في تدبير الزمن السياسي ففي وقت وجيز تم تسجيل نتائج ملموسة في تنزيل السياسات الاجتماعية وتم التأكيد على أن بلادنا تعيش تحولات عميقة فيما يخص الدعم المباشر فكل ما عمله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله هو من أجل الأسرة المغربية مشروع الدولة الاجتماعية كما بغاية سيدنا الله ينصو نحن نزلوها في الميدان كانت مناسبة لكي نتقسموا هذا الشيء مع الشوكاء دينا اللي هما البالمانيين والناس دي الغوفة التانية باش نقولوا فين وصلنا وفين غان نمشي وكذلك أنها كانت مناسبة باش نتكلموا على الإشكالية ديال التعليم وكيفاش أنه بغينا وليدتنا يرجعوا لأقسام بغينا التعليم يكون في المستوى بغينا جودة في التعليم الأغلبية أكدت أنها تطبق برنامجها في مجال الصحة من خلال زيادة عدد المراكز الاستشفائية الجامعية أو زيادة عدد طلبة كلية الطب أو إصلاح وإنشاء مستشفيات القرب وغيرها من البرامج ويظهر ذلك في الزيادة المرحوظة في ميزانية الصحة كل هذا لم يمنع من توجيه بعض الملاحظات والانتقادات للحكومة في بعض النقط طبعاً ننتقل عمل الحكومي لأنه وصل على الحكومة كل مرة ننتقل دمنا قداتي على الأخطاء ديالها وعلى التمجيات ديالها وقلنا بصراحة بالوضوح المشاكل لكينا أولاً عدم قدرتنا على التسويق بجموعة القرارات الكبرى والمصيرية التي اتخذناها ثانياً على أنه لقائنا مع النقابات اليومان والشركات الاجتماعيين تستيكون موقفهم مسانيد في بعض القضايا التي تفرضوا لتفكي معنا عليها والمسألة التالية الأخرى سنفتحه على ممتل الأمم والنوب الأمم اللي هو منتع الحزب منتع الأحزاب ديالنا وتطرقت الأغلبية الحكومية إلى سياسة التقطية الاجتماعية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي تعمل الحكومة على تنزيلها بالشكل الأفضل وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر أكدت الأغلبية أن الحكومة ستشرع في تنزيل رؤية صاحب الجلالة بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في سن التمدرس والأسر الهشة والأسر الفقيرة التي لديها أطفال في وضعية إعاقة والمسنين في وضعية هشة أولاً إنجاح البرامج الملكية وأساساً الدعم المباشر الاجتماعي اللي غير يطلق في آخر دجمبر ومضروري أن نعمل على أن كل من يستحق من أسر فقيرة ومعبزة أنه هو اللي يستفت نقطة ثانية وهو أن نعمل على تحقيق تغيير من خلال الإصلاحات الكبرى هناك الإصلاح الصحة لإخدار طريقه هناك الإصلاح السليم ضروري أن يكون هناك حوار وخلصت الأغلبية إلى أن هذه النتائج المسجلة جاءت بفضل التنسيق بين أحزاب الأغلبية وأن الانتصار الحقيقي ليس لفئة على فئة أخرى بل الانتصار هو التنزيل الحقيقي لهذه البرامج والانتصار على الهشاشة والفقر والجهل في سياقات دولية ووطنية لا تخلو من صعوبة وتنفيذة للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة ملك محمد نسادس نصر الله الرامية إلى تقديم المساعدات لساكنة المتضررة من زلزال ثامن شتنبر تواصل لجان المختصة خرجاتها الميدانية لمعالجة منتمسات الساكنة المتضررة وذلك من أجل الاستفادة من المساعدات المالية الاستعجالية نموذج نتابعه من باشوية أمزميز بإقليم الحوز في روبرتاج أمين علام ومحمد حسن مسكور منطقة أمزميز واحدة من المناطق الأكثر تضررا بإقليم الحوز منازل عديدة تضررت بشكل كلي أو جزئي ونسبة كبيرة من الساكنة استفادت من المساعدة المالية الاستعجالية فيما لم تتوصل فئات أخرى بهذا الدعم مقر باشوية أمزميز يستقبل يوميا المواطنين لوضع ملتمساتهم بهذا الخصوص النجان المختلط المختصة بمعينة المالية منازل المنهار بشكل كلي أو جزئي تواصل عملها من خلال القيام بزيارة ثانية للبناية موضوع الشكاية حيث يتم الاستماع للمتضررين وتحرير التقرير يحدد مكامن الضرر على أساسه سيتم تحديد أحقية المشتك في التعويضات الخاصة بهذه الكارثة الطبيعية سيد الباشاو قلت قبلني وشد من عندي الشكاية وقال لي المشكلة ما هو وقلت عندي مشكلة غرف الغلاث ديال من التليفون أرغادي سحوها إن شاء الله قال لي يا رغادي شد المسائل ديال كلها سيكون خير إن شاء الله وكما تدامون شوفوا بعينيكم ضررها يطاحت الملحة وكلها وطاح لسميته ودر العفو شوفوا حنا يدى بخرجنا في المرحلة الثانية ديالإحصاء عملية الإحصاء وهذه العملية ديالإحصاء تشمل الناس اللي ماستفدوش في العملية الأولى والناس اللي ديال عندهم أضرار خفيفة ماشي حتش المهمة الأولى أو العملية الإحصاء اللي كانت اللولة كانت سعجالية كانت هي من الدرجة الأولى فيزين الناس اللي متضررين بزاف عملية إعادة الإحصاء متواصلة إلى غاية السابع عشر من الشهر الجاري لتمكين المواطنين الذين لم يستفيدوا من الدعم المالي المباشر من وضع شكاياتهم علما بأن الملفات التي سيتم قبولها سيتم تعويض أصحابها بأثر رجعي أذريبيجان تجذد اليوم التأكيد مرة أخرى بالرباط على دعمها الدائمة والثابت للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها موقف تم تعبير عنه بمناسبة عقادة دورة الثانية للجنة المشتركة التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية وبتعاون الأفريقي والمغاربة المقمنة بالخارج ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية لأذريبيجان جيهون بيراموف أشغالوا اللجنة توجد بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات فرح صعف وعمر أيت عيسى بعد سنة من الاحتفاء بالذكراء الثلاثين للعلاقات بين المغرب وأذريبيجان تنعقد اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي المغربي الأذريبيجانية في دورتها الثانية بهدف توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين البلدين أجرينا مباحثات شاملة مع زميل سيد ناصر بوريطة وتباحثنا حول سبل تعزيز علاقاتنا سواء على مستوى وزارة الخارجية أو على صعيد اللجنة المشتركة المغرب أذريبيجان اليوم نجدد التعبير عن رغبتنا الأكيدة في تعميق علاقاتنا من خلال تبادل الزيارات على أعلى مستوى من أجل تقوية وتوطيل التعاون بين بلدين الهدف من هذا اللقاء وهذه الزيارة هو توسيع مجالات التعاون واليوم من خلال لقاءات اللي كانت واللي ستكون غدا كذلك كم مجالات جديدة التي تم الاتفاق عليها لإستوار علاقتنا سواء في مجال الدفاع والأمن سواء في مجال الطاقة سواء في مجال السياحة في مجال الصناعة وفي مجال التقافي كذلك وتوجت أشغال هذه اللجنة بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات تخص مجالات اللوجستيك الطاقة، البيئة، الإدماج والحماية الاجتماعية والصحة التعاون المغربي الأفريقي رؤية ملكية استراتيجية وحلول عملية لمواجهة تحضية القارة تفاصيل مع ليلى عسلي وأحمد حمره حلول وجيهة وناجعة في إطار تعاون دولي تنم عن رؤية ملكية جيوستراتيجية تضمنها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى من ناتب الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة حيث أبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التحديات والرهانات التي تواجه الدول الإفريقية عموما والأطلسية على وجه الخصوص وصلت الضوء على دور المغرب في تعزيز الروابط الاقتصادية لهذه الدول وفق مقاربة جديدة تتجاوز الحلول العسكرية والأمنية التعتمد على مبادرات وشراكات أبرزها المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب نيجيريا المغرب كما أكد ذلك جالة الملك هو مستعد للوقوف إلى جانب الدول الإفريقية طبعا إلى جانب شركائه ثم أيضا عبر آليات التعاون الدولي طبعا من أجل تغلب وإيجاد الحلول عدد من الرهانات والتحديات والقضايا والإشكالات لعل أبرزها هو قضية المديونية تباعية تغير المناخي ثم أيضا استنزاب التروات الطبيعية والأشكة أن المشروع المشروع الاستراتيجي والضخم ديال الغاز أنبوب الغاز المغرب نيجيريا يدخل في هذا الإطار هذه الدعواء الملكية التي جاءت في خطاب الملكي السامي هي ليست وديدة اللحظة فهي ترتكز على مجموعة من التوجهات الاستراتيجية الملكية والتي دائما كانت تدعو وتشجع إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية ما بين الدول الإفريقية والتي قامت عن طريق مجموعة من التفاقيات ومجموعة من استثمارات لقام بها المغرب في هذه الدول والآن نحن ملزمون بتشجيع هذه العلاقات وتعزيزها لأننا أمام مجموعة من التحديات ومجموعة من الإكرهات وهذه الإكرهات يلزمنا أن نرفعها ونزحدها عن طريق ربط مجموعة وبناء مجموعة من الأسلاك تواصل ما بين هذه الاقتصادات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دعا في خطابه إلى إحداث إطار مؤسسي لتوطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك وإطلاق مبادرة دولية تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ولأن المبادرة تصب إلى تحول جوهري في اقتصادات هذه الدول فالمغرب أبدى استعداده لوضع بنياته التحتية والمينائية والسكك الحديدية رهن إشارة هذه الدول الشقيقة المغرب اقترح حسب الخطاب الملكي دائما اقترح إعطاء مجموعة من المساعدات سوى تعلق الأمر بالبنيات التحتية التي تتوفر عليها المملكة المغربية خصوصا أننا نعرف أن دول المحيط الأطلسي أغلبيتها لها من الخيرات ولا من الأمور ما يجعلها دولا نظمة لكن نفتقر للبنية التحتية التي يتوفر عليها المغرب وبالتالي فجلالة الملك انتبه إلى هذه المسألة واقترح استفادت هذه الدول من بنيات التحتية التي يتمتع بها المغرب وكل ذلك في سبيل نهوض بالقاليم جنوبية ولا يتحقق ذلك إلا بالانفتاح على دول هذا المحيط الأطلسي وهذا الأمر بدأه جلالة الملك منذ 2013 اليوم ما هو إلا تحصل حاصل الواجهة الأطلسية لبلادنا هي بوابة كما يقول جلالة الملك نحو إفريقيا فجلالة الملك دعا إلى خلق تكتل اقتصادي فضاء جو سياسي يضم عدد من الدول الأطلسية وعددها حوالي 23 دولة كفضاء للتعاون والشراكة والتواصل الإنساني والاندماج الجهوي وأيضا الإشعاع القاري خطاب الملكي السامي يؤكد على أهمية تعزيز ربط المملكة المغربية مع عمقها الإفريقي الأطلسي انفتاح من شأنه تمكن 23 دولة إفريقية من الاستفادة من ثلة من المصالح التنموية والاقتصادية المشتركة وفق رؤية الملكية المتبصرة وفي موضوع آخر احتضنت سجن المحلي بسلا انطلاق الدورة الثالثة عشر من برنامج مصالحة الموجه لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب والتطرف دورة سيسفيد منها 22 سجينا التفاصيل مع سيان بخلي في محمد ونيناء وحسن أبو ساوي برنامج مصالحة الموجه لنزلاء المؤسسات السجنية المتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب والتطرف يوكب النزلاء في رحلة الوصول إلى السلم مع الدات وفهم واستيعاب النص الديني بعيدا عن كل الانزلقات والتأويلات نحن نجينا الآن دورة 13 لكي نشاركوا فيها بفضل نصائح الزملاء الذين كانوا في النصة التي قبلنا هذه والحمد لله هذا البرنامج سنستفيد منه من ناحية علمية بفضل بعض الأساتي لا يكون إن شاء الله لا يطرونه من ناحية الدينية والاجتماعية والنفسية البرنامج مصالحة اللي عنده واحد صدى طيب داخل المجتمع المغربي والسعيد الدولي وهذا بفضل رؤية متبصرة لجلد المالك نصره الله نحن نجينا الحمد لله خلينا واحد صفحة الماضية بعد سنوات الاعتقال نجينا ندو صفحة جديدة لعنوان دياله برنامج مصالحة وفي إطار إعادة إدماج هذه الفئة من النزلاء البرنامج يتضمن مصالحة مع المجتمع في كل ما يؤطره من قوانين وحقوق هذا البرنامج هو تماما كاسمه يروم إحداث ثلاثة أضرب من المصالحة مصالحة مع الذات لأن الإنسان بأبعاده الوجودية والوجدانية والفكرية والاجتماعية والكونية وأيضا بعد الذاكرة وكيف تصغى هذه الذاكرة برنامج متكامل في إطار تأهيل وإعادة إدماج السجناء المتابعين في إطار قضايا التطرف والإرهاب داخل المؤسسات السجنية من خلال اكتساب مهارات تساعدهم على الاندماج السوسيو اقتصادي ودوليا توصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة في اليوم الثامن والثلاثين من الحرب بين إسرائيل وحماس وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من توقف العمليات الإنسانية لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة المحاصرة تفاصيل مع خالد الأحمدي مع استمرار القتال في قطاع غزة يزاد الوضع الإنساني سوءا ومدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا يحذر من توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة القادمة جراء عدم السماح بدخول الوقود إلى غزة فجراء الحصار المطبق الذي يعاني منه قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر المنصر معظم المستشفيات أضحت خارج الخدمة مسؤول في وزارة الصحة في غزة يفيد بأن حصيلة الوفيات في مستشفى الشفاء ارتفعت بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ السبت المنصر إلى 34 شهيدا من ضمنهم 27 مريدا في العناية المركزة و7 من الأطفال فجراء التصعيد يواصل من نجوا لحد الآن من القصف النزوحة داخل القطاع بحثا عن أمان يتعذر انتزاعه في الوقت الراهن فبالإضافة إلى القصف الجوي يستمر القتال على الأرض وأنباء عن تطويق الدبابات الإسرائيلية لمستشفى الشفاء الأكبر في القطاع أن تجعل إسرائيل من مستشفى الشفاء على أنه عاصمة غزة وسقوط يعني سقوط غزة ما هو إلا تبرير لقتل الجرحة والمرضى والأطباء والمسعفين الحصار يعيق برأي وكيل وزارتي الصحة الوصول إلى عشرات الشهداء ومئات المصابين سيما وأن سيارات الإسعاف متوقفة وتتعرض لإطلاق النار والقدائف في حال تحركت خارج المستشفى حصيلة التصعيد الخطيرة الذي يشهده القطاع تتجاوز لحد الآن أحد عشر ألف شهيدا من ضمنهم أربعة آلاف وستمائة طفل وثلاثة آلاف ومئة امرأة بالإضافة إلى أزيد من ثمانية وعشرين ألف مصاب دوليا دائما تسببت الفيضانات المفاجئة في صومال منذ بداية الشهر الجري في نزوح حوالي نصف مليون شخص من منازلهم ومسرع أكثر من ثلاثين شخصا وتأتي هذه الفيضانات في أعقاب أسوأ موجة جفاف يشهد الصومال وأجزاء من إثيوبيا وكينيا منذ أربعة عقود تقرير ويداد مساوي نزوح أكثر من نصف مليون صومالي من منازلهم ومسرع حوالي ثلاثين شخصا بسبب الفيضانات المهولة التي اجتحت عدة محافظات في الصومال وتأتي هذه الفيضانات في أعقاب أسوأ موجة جفاف شهدها البلاد وأجزاء من إثيوبيا وكينيا منذ أربعة عقود السلطات المحلية الصومالية حذرت من كون هذه الفيضانات قد تؤثر كذلك على مليون ومائتي ألف آخرين وهو ما أشار إليه مكتب الأمم المتحدة الذي أكد في بيان له من أن الوضع تفاقم بسبب الثأتير المشترك لظاهرتين مناخيتين هما ظهرت النينو وظاهرة ثنائية القطب المحيط الهندي المرتبطة بتبين حرارة صبح مياه المحيط بين مناطقه الغربية والشرقية وحسب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الصومالية فإن حدوث السيور والفيضانات يؤثر بصفة مباشرة على حياة السكان المحليين في مناطق بمحافظة غدو وباي جنوب الصومال إذ يخشى أن يغرق نهر الشيلي المناطق التي يمر عبرها وطنيا وبإقليم خنيفرة خلدت الساكنة في مقدمة أسرة المقاومة الوطنية الذكرى 109 لمعركة الهري الخالدة التي تجسد صفحة مشرقة من تاريخ المقاومة الوطنية ضد السعمار التفاصيل مع سكينة عشيمي وأحمد فاضيلي الذكرى 109 لمعركة الهري خلدها أعضاء من أسرة المقاومة الوطنية وشخصيات مدنية وعسكرية مناسبة للتذكير بالقيم الوطنية والتفاني والتضحيات التي قدمها أبناء الوطن خدمة لقيم العليا للأمة هذا الحادث التاريخي كان حرصه كل سنة على تخليده بما يلق به من مراهر الإكبار والإجلال والاعتزاز والافتخار بما قدمه الأسلاف والأجداد والأباء من تضحيات جسام ومن مواقف شهمة من أجل الدفاع عن التراب الوطني ومن أجل استقلال الوطن وسيادته وكرمته مناسبة تم خلالها افتتاح المدرسة الجماعاتية التي أطلق عليها اسم الهري وذلك تزامنا مع الاحتفالات بذكر المسيرة الخضراء المذفرة هذه المؤسسة جاءت في إطار جهود الأكاديمية والمديرية لمحاربة الهدر المدرسي ولتشجيع تمدرس الفتاة خاصة في العالم القروي وأيضا لتخفيف من الأقسام المتعددة المستويات الاحتفال بهذه الملحمة المجيدة فرصة لإبراز قيم الوطنية والتضحية التي أبان عنها المقاومون من أبناء الأطلس المتوسط احتفال تم في ختمه تكريم ثمانية من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لخدماتهم الجليلة وأعمالهم البطولية في سبيل الوطن في إطار برنامجها السنوي نظم جمعية الصحافة بمدينة الجديدة لقاءا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وذلك تحت عنوان قضية الصحراء المغربية قراءة في التحولات الجديدة على ضوء القرار 27-03 اللقاء عرف مشاركة ساتذة وباحثين سعرض أهم المنجزات التي تحققت بأقاليمنا الجنوبية بوشعيب عماري وسوفيال إبراهيمي قضية الصحراء المغربية قراءة في التحولات الجديدة على ضوء القرار 27-03 محور هذا اللقاء الذي استعرض لأهم الخطوات التي اتبعها المغرب وفرضه للأمر الواقع من خلال الحكم الداتي الذي اعتبره حلا مناسبا ووقعيا لإنهاء هذا الملف المفتعل معنى هذا أن الملف هو انتهى الآن ويمكن في أي لحظة أن الأمم المتحدة هنا يمكن في أي لحظة أن الأمم المتحدة من خلال مجموعة من المعلومات أن تنهي هذا الملف ويصبح خارج أجندة لقاءات مجلس أمري المتدخلون خلال هذه الندو أكدوا على أهمية وحجم الاستثمارات التي تعرفها أقاليمون الجنوبية والتي تجعل منها منصة إشاعين بين الدول الإفريقية الأطلسية والقارة الأمريكية المغرب الآن يتكلم لغة أخرى مع المنتظم الدولي لغة بناء تحالفات الكبرى التي تربط بين مقتضيات التنمية وآفاق التنمية وبين الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين الخطاب كان خطاب دو مغازي كثيرة اللي ممكن أن المتتبعين ولا المنتظم الدولي يستنتج بأن المغرب صحيح حسن في المسألة للصحراء وغيب دا الاستثمارات ديالو في علاقة مباشرة مع إخواننا في القارة الأفريقية كما تمنت المداخلات نجد تنمو الأقال من الجنوبية من خلال الربط بين القرار الأممي 27-03 ومضمون خطاب الملك السامي الأخير الذي يؤسس لفضاء أطلسي إفريقي جديد وفي سياق منفصل نظمت الجمعية المغربية للزراع الحافظة بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بمدينة برشيد يوما دراسيا حول تقنيات الزرع المباشر المبادرة تندرج أيضا في طار دعم البرنامج الوطني للزرع المباشر الذي يستاذف زراعة مليون هكتار في أفق سنة 2030 أمين هنناوي وأحمد حمري يوم دراسي حول تقنيات الزرع المباشر تم تنظيمه بمدينة برشيد بحضور جمعيات مهنية وفلاحين من مختلف مناطق المملكة والهدف تبدل الخبرات وتجارب حول هذه التقنيات الفلاحية الجديدة في أفق زراعة مليون هكتار سنة 2030 تقنيات تندرج أيضا في إطار مخطط المغربي الأخضر في جهة اليوم بعد انطلاق جيل البرنامج الوطني للبرد المباشر الذي داخل في إطار استراتيجي الجديدة الأخضر الهدف منه هو مليون هكتار من شاء الله من هذه التقنية ولمعلهم أن هذه التقنية هي تقنية بحل الدارة خاصة مع إلغاء عمليات الحرط ورشات نظرية وأخرى تطبيقية حول هذه التقنيات الجديدة بهدف إبراز أهمية الزراع المباشر في الإنتاجية والحفاظ على جودة التربة نحن الجمعية دينا دي زاويس المكي أعطونا الوزارة وحد السموار دي سمي ديريكسي ونحن لنجد تجريبها لنجد تجريبها لنجد تجريبها دي سمي ديريكسي كذلك المؤسسة دي وزارة الفلاحة المديرية الإقليمية الفلاحة والمديرية الجهوية الفلاحة المهد الوطني الباحث الزراعي المكسب وطني الاستشارة الفلاحية لكاردا كلهم شركاء اللي جاءوا باش يتقسموا معنا تجريبها اليوم الدراسي يهدف لدعم البرنامج الوطني للزرع المباشر وحت الفلاحين بمختلف مناطق المملكة على اعتماد هذه التقنيات الحديثة خصوصا في مجال زراعة الحبوب ومن جانبه نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مجلس المستشعرين لقاءا دراسيا حول موضوع قانون مالية 2024 والسياسات الاجتماعية أحمد بن خديجة وفؤاد الحرش مشروع قانون المالي 24000 يأتي في سياق دولي صعب وهو ما دفع المشاركين في هذا اللقاء الدراسي إلى مساءلة صدقية الفرضية المعتمدة من طرف الحكومة والتي حددت نسبة النمو في 3.7% وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام إضافة إلى مساءلة قدرتها على تعبئة الموارد الكافية لتحقيق عدد من البرامج وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية مجموعة من الإجراءات التي جلبتها الحكومة في مشروع القانون كتخفيض دير الدرائب مثلا أو تخفيض دراهب على بعض المواد للدريبة على القيمة المضافة أو كذلك رفع الدعم على بعض المواد المحرقة كالغاز مثلا فهذه بالنسبة لنا مؤشرة مقريقة لهذا القانون ونحن الآن نقشي الحكومة لا نقول لها عيوض مدير إجراءات جديدة فيما يخص رفع الدعم لو بدنا نتقييم أولاً رفع الدعم السابق على المحروقات في الأساس هذا هو الرفع من القدرات الترافعية دير المستشاري الاتحاد الوطني شروع المغربي مجلس المستشارين والإضافة عن طبيعة الحل إلى يعني البحث عن مقترحات وعن بعض التنصيات لتجويد مشروع قانون المالية نتمنى على أن الحكومة تكون آذنة صاغية فاش نعطيها تعديلات دينا إن شاء الله والمقترحات من أجل يعني تجويد هذا المشروع ومن أجل يعني الحياة والرفاهية لأبناء المغاربة مشروع قانون المالي 24 و2000 وضع أربع أولويات كبرى وهي تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزل الحوز وتعزيز التدابير الرامية للحد من التأثيرات الظرفية ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية وإلى الضار البيضاء حيث اختتمت فعاليات النسخة التاسعة والعشرين لمهارجان الدولي لفن الفيديو تحت شعار 30 سنة من فن الفيديو بالمغرب من شريط الفيديو إلى الذكاء الاصطناعي سعد الإدريسي وعض رحمة زيان على مدى خمسة أيام استمتع الجمهور وعشق فن الفيديو بعروض مفتوحة على أشكال الإبداع الرقمي في مجالات الرقص والفنون الرقمي والواقع الافتراضي خلقت جسورا للتواصل بين التقافات والجماليات وبالتالي إلغاء الحدود بين مختلف تعبير الفنية حصيلة هذه الدورة كانت إيجابية ناضلنا 30 سنة من أجل أن يستمر هذه الميراجان وتحقيق الاستمرار هو في حدي ذاته نجاح كبير المسألة الثانية وهو حاولنا كميراجان طيلة 30 سنة أن نفرض هذا الفن يعني الهاجين الفن الذي لم يكنوا اعترف به في المشهد التقافي يعني استطعنا أن نفرضه كأسلوب جديد في الفن مشاركة مكتفة للطلب القادمين من عدة معاهد ومدارس أولياب المغرب وخارجة استفادوا من ورشات تكوينية لدعمه تشجيع الفنانين الشباب على تطوير فن الفيديو كانت الأعمال كان فيها تنوع كان فيها المسرح ودخل فيها الغياليتي فيرتويل الـ VR هوتي باش نعرفو احنا الناس الجدادين كانوا حتى الفيديو هكا الشرائط دي الفيديو كانوا كيتعرضوا أفلام باشكيت والناس الإكسperience بالكاسك دي الـ VR كانوا ورشات أكيد يعني هلأ كل هاي السنين اللي انه هي انشغل خلالها هي بنت جمهور كامل للمهرجان بس كمان بنت معرفة بالفنون الرقمية يعني اللي كان هو اللي الساعته صغير وبالجامعة هلأ صار ممكن فنان كبير أو ممكن صار بيعرف تماما عن الفن اختتم فعالية الدورة التاسعة والعشرون أكدت على أهمية هذه التظاهر الفنية كمحطة لتشجيع الابتكار والإبداع في أسالب فنية جديدة في عالم فن الفيديو احتضنت قاعة مصرحي عفيفي بمدينة الجديدة العرض الأول لفيلم كثرة الهم كالضحك لمخرجه مصطفى بن قاس هذا العمل السينمائي شارك فيه ثلما القيدومي الممثلين وكذا شباب يشقون طريقهم في المجال السينمائي بوشعب عماري وصفيل إبراهيمي كثرة الهم الضحك حصيلة عملين استغرق مدة سنة يسرد للوقع المعيشي للفنان الفيلم يتحدث عن حياة السيناريس ترك مجال الكتابة السينمائية لينخرط في عوالم أخرى غريب عن مجال تخصصه ليجد نفسه متيما بكرة القدم أحملت شغفه ووجد فيها مفتقده في بقي مجالات الحياة وهذا العمل عملته برؤية فنية واضحة وسهلة الفهم حاولت هذه المرة نختار موضوع كرة القدم لشاغل بال كثير من الناس في العالم بأسره وخلقت مبارزة بينها وبين صور اجتماعية وتقافية أخرى وتتشابك الأحداث وتتخلق لنا مغامرة ضرامية شيقة تدمج ما بين الحزن والضاحك العرض الأول للفيلم تميز بتكريم بعض الوجوه الفنية المشاركة في إنجاز هذا العمل والتي واصمت على مصاري فنيين في العديد من الأعمال الوطنية العربية والدولية الحمد لله لا يمكن الفنان مع مركح بس الفنان يبقى يمت الأولى يبقى ذي الحاجة التي يموت فيها يموت عليها يعني احتكي احتكي طح ساعة وخمسة عشر دقيقة مدة هذا العمل الذي يمزج بين أحداث تفرق بين الواقع لمعاش للناس بينما تجمعهم عشق كرة القدم اللحظة مشاهدين أنت وقف عند جديد حالة التقسي في بلادنا معالي الأخبال أهلا ومرحبا بكم مشاهدين في النشرة الجوية يتوقع بحول الله أن يكون التقس بارد بالمرتفعات مع تكون صحوب منخفضة إلى نسبيا كتيفة مصحوبة بكتل من الضباب بالسواحل الشمالية وكذلك على الواجهة المتوسطية يبقي المناطق الأخرى سمأ قليلة الصحوب إلى صفية مع رفع زوابع رملية بداخل الأقاليم الجنوبية للبلاد درجات الحرارة العليا ستعادل 28 درجة بمدينة وجدة 22 درجة بالحسيمة 25 درجة ستسجل بطنجة وكذلك بمدينة ريباط 29 درجة بأدر البيضاء 32 درجة بأقادير و36 درجة بلغويرة حالة البحر سيكون البحر بالواجهة المتوسطية هذا بعلو 40 سنتيمتر بالبغة سيكون البحر قليل الهيجن إلى هائج بعلو متر وخمسين سنتيمتر شمال مدينة ترفايا سيكون البحر هائج ويبقي السواحل سيكون البحر قليل الهيجن إلى هائج فعلو سيصل إلى مترين شكرا لتبيني تابعا وعود إلى فلاتو الأخبار ختما مشاهدين هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة بالرباط انعقاد اجتماعا للأغلبية الحكومية اجتماع يأتي للتنسيق والتواصل وتسليط الضوء على مختلف مراحل تنزيل الأورش الملكية الكبرى والبرنامج الحكومية وتنفيذ لتعليمات الملكية السامية لجان المختصة تواصل زيارتها الميدانية قصد معالجة ملتمسات الساكنة المتضررة من زلزال الثامن شتنبر وذلك من أجل الاستفادة من المساعدات المالية الاستعجالية البرنامج التأهلي مصالحة في دورته الثالثة عشرة اكتساب للكفاءات المعرفية والسلوكية في تصالح مع الذات والعودة للفهم الصحيح للدين ولروحه المبنية على الاختلاف التسامح والانفتاح شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة